من العراق بدأت الحكاية في سومر وآشور وبابل هنا بدأت الإنسانية تتهجأ لحروفها وهنا كانت الكلمة بهذه الكلمات تم افتتاح خليج 25 الجمعة الماضية كانت مختلفة جدا الجمعة كانت يوم عراقي بنكهة بصرية افتتاح مهيب وجمال ساحر وحضور أكثر من ملفت للجماهير العراقية والعربية الشقيقة فهذا يعني أن الرياضة قادرة على مد الجسور اللي أفسدتها السياسة لأن الرياضة للشعوب والسياسة للحكومات الرياضة تخلي الواحد يسوق ثقافته وبلده وطبيعته ومدينته بكل سهولة وبكل بساطة أن هذا التسويق ثقافي واجتماعي وسياسي هذا يدفعنا للتساؤل إيش قد خربت السياسة من حب الجماهير للرياضة وخاصة بالعراق اللي انحرم لمدة أربعين سنة من استضافة بطولات عربية ودولية مهمة وظل يلعب طوال عقود خارج أرضك بعد هذا الافتتاح المبهر لخليجي 25 هل يستعد العراق حق في اللعب على أرضك؟ وهل استطاعت الرياضة أن تصلح ما أفسدته السياسة؟ محورين الأول